بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أبنائي وبناتي إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بسمي مقطعي ده الجزور إحنا محتاجين لفحص كل شيء من الجزور محتاجين تغيير حياة كثيرة مفهومنا عن الوطن أفكارنا عن المستقبل تعرفنا للنجاح استفادتنا من التاريخ فهمنا للانتقاد البيبني اللي يسمونه الانتقاد البناء بيقولوا إذا عجزت عن تغيير واقع مجتمعك في الحياة وإحنا عجزنا 67 سنة فأنت بحاجة لتغيير واقع نفسك غياب الأمن بيصنع الفوضى وغياب العدل بيصنع السورة إحنا صنعنا سورة بسبب الظلم لكنها جابت لنا فوضى لأن العدل غاب غاب العدل لأن السلطة تخطبت وبيقولوا سرق السلطة لا يستخدم عقله بل عضلاته ولا من السارق يوزع سلطاته بين القتل والقضاة العدل بينتهر بيقول لك الحيوان بيكون خطير لمن يكون جعان أما الإنسان بيكون خطير لمن يشبع من الجهل بحكي لك قصة الجهل بعد ما أهدي لقادة الوطن الجريح قصة قصيرة عن قائد ملهم خلدوا التاريخ بس لأنه ينحازل خيار شعبه ورفض إملاءة السياسة قايدة اسمه وينيستون شيرشل قاض بريطانيا في الحرب العالمية الثانية في مدينة دونكيريك الألمان عزلوا أكثر من 300 ألف جندي وتحاصروا جيوش الألمان اجتحت أوروبا وانتصاراتهم كانت ساحقة ومدوية في غرفة الحر في بريطانيا كان رأي المجتمعين أن بريطانيا تعقد اتفاك سلام مع هتلر قالوا العين لا تقاوم المخرز المخرز الإبر الطويلة ظهر عجز شيرشل في مقامة منطقية طرح الغرفة غرفة الحرب وظهر عجزه عن مقامة رغبة الملك جورج السادس في سلامة الشعب البريطاني شيرشل اختفى فجأة الراجل خلى عربيته ومشى كداريو ستزحام رجب الاندرغراوند القطر الناس يتفاجئوا يمشافوا شيرشل في القطر بدأت ونس معهم ويسألهم عن رأيهم في الحرب مع الألمان ومفروض بريطانيا تعمل شنو كل ركب الاندرغراوند كبيرهم وصغيرهم رجالهم وحريمهم أصروا على مواجهة هتلر وعدم الاستسلام ولو كانت تمن أرواح الشعب الإنجليزي كلهم شيرشل رجع للبرلمان وأعلن بصفة رئيس الوزراء قراره اللي هو قرر الشعب ما قرر الساسة ولا الملك قال لا للاستسلام ولا للاتفاق مع الألمان إصراره كرامة شيرشل هو اللي خلته الشخصية خالدة مش في التاريخ الإنجليزي في التاريخ الإنساني كله في زمن الأزمات بيصر القيد الخالد من القيد الخين بيصر القيد الملهم من القيد المدخم بالزلة أظر شيرشل أوامره لأربع ألف مقاتل فقط إنهم يشتكم على الألمان في منطق اسمه كاله في معركة خاسرة لكن كان عاوز يصرف نظر الألمان عن دونكيريك اللي كانت تحت مرمى الطيران الألماني وفي أيام معدودة استطاع الشعب البريطاني مع الجيش بزوارد بتاعتهم والصفن المدنية والصفن الصيد وشاحناتهم والصفن الحربية يستطاعوا يعملوا أكبر عملية انسحاف في التاريخ العسكري الحديث سموها معجزة دونكيريك وانتصرت إرادة الشعب عبر قائد ملهم رفت همهمة الهزيمة يوم قرر النص في عيون الشعب بعد القصة دي لبورهان والعاطة وكباشي وحميتي ومرغني وجابر كنت حتخلد لو قرأت عزيمة شعبكم لكنكم اخترت تترس خلف الهزيمة بعد ما كتب الشعب وسيقة الخلاص من الكيزان مهرت الوسيقة بيتوقعكم وخنتوا الشعب في أخسة بادرة خيانة عرفة التاريخ السوداني وما اكتفيتوا بكذا ما اكتفيتوا أصهرتوا بلا خجل سرعة استجابتكم للطماعين طلاب الغنائن في الموية العكرة وبدأتوا تسليموا الوطن بدون عمر قبل سلمتلك مباردة وسائغة للتماسيح شنصفكم التاريخ السوداني كأنجس من داست أقدامهم تراب الوطن الطاهر ويدرس أحفاظنا إلىين قيوم القيامة إنه في شيء يسمون مأسسة العسكرية باع قادتها في يوم من الأيام وطن شامخ بنابطي رحاقة وبعانخي وعلي عبداللطيف ومهيري بدعبوت واتحبوبة وعبدالفجل الماظ وعثمان دقنة والمهدي ووالدبقرجة ووالدبقرجة الحصر الخرطوم وغنلوا أجادية ومالفتحة العظيم يا غردون شين ترجع جاك الحاج ووالدبقرجة أكمل قصة القائد الخالد شرشيل لبس زي الجنود وخذت خوزة الحديد تعت العساكر في رأسه وطلعت جبها مع الجنود في بادرة غريبة في بادرة غريبة شرشيل طلب من ضبط الاتصال إنه يتصل له على رئيس القضاء في لندن الضابط يستغرب لكن نفذ الأوامر لقى التلفون في بيت رئيس القضاء الضابط قال له معك فخمط رئيس الوزراء شرشيل سأله سؤال واحد سعادة رئيس القضاء كيف هو القضاء عندنا رايل قال له القضاء عندنا بخير يا فخمط الرئيس شرشيل قال له لا تهزم أمة قضاؤها بخير لا تهزم أمة قضاؤها بخير شرشيل بيعيد كلمة الشيخة الإسلام إن الله لينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويخذي الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة في ملعب الوطن الليلة إخوة الدم البورخان يتبارز في الإعلام ضد الكيزان بيطبق المسألة اللي بيقول إذا اختفت المصالح صار الحلو مالح لا من يمسك بالقرم جاهل وبالبندقية مجرم وبالقضاء مرتشي وبالسلطة خاين بتحول الوطن لغابة لا تصلح للآدميين ملعب الوطن الليلة أحزاب الأمس الحزين بتنادي بحكومة تسير أعمال إحنا بالنادي بمقولة دوغ لارسون بيقول بدلا من إعطاء السياسين مفاتح المدينة من الأفضل تغيير الأطفال جيثار بيقول لا تحدثني عن سياسي أو رجل أعمال هم وملحيد الربح حدثني كيف يضحك الفقراء وكيف يعمل الكادحين وكيف حال الأوطان سياسين السودان بدوا السياسة على ظهور الطرق الدينية وينتهوا بالطرق الدينية على ظهر السياسة وبيقول لا تصدق الفقيه المسيس ولا تثق بالسياسي المتفيقه فالأول كادب والتاني مراوغ إحنا تعاقبنا إحنا زي ما قال فلاطون تعاقبنا قال يعاقب الأذكياء الذين يرفضون الانخراط في العمل السياسي بأن يحكم بواسطة الأغبياء من أجمل ما قرأت لهبل ساستنا قال أمالأستاذ محمد الماغوت قال مصيبة كبرى عندما لا يفرق السياسي بين الخيار الاستراتيجي والخيار بالزبادي عندها لن ترى أي فرق بين السلطة والسلطة كلهم بلا استثناء جهلة الجهلة عندنا أهم شرط لدخول عالم السياسة بأن ما قال هو لا يعرف شيئا ولكنه يعتقد أنه أنه يعرف كل شيء وهذا يشير بوضوح أن له مستقبل سياسي بلا خجلة ولا حياة يصوتها لا منك يتفرد ولا من ينلمها بالدم والعرق وجهة السنين تاني يجوا يقيفوا في الصف يردد أغاني الوطن ويمد أياديم الآثمة على صينية الشعب الفقير وعلى أوتار جوعي يعزف الشبعان الحان الحماس قالوا واقع كل ثورة بعد سقوط الدكتاتور يذهب الثائر ليخل الدراحة ويستيقظ يستيقظ المتخازل من نومه بكل النشاط ليستنب السلطة كأننا غنم وكأنهم في معدس النبي عليه السلام كلكم رائن بأن المواطنين خرفان زي ما قال أحمد مطر في ملابولوطنا الليلة القحاطة أمل مبارح وعلى متى الاستفهام الكبيرة بيتعرفوا إنكم بتدعملوا مع أخونا بيتعرفوا المقولة بتاعة كفى بالمر خيانة أن يكون حليفا للخاين وكلام ربي عليه السلام من رضي بالخيانة فقد تبرى من الديانة مين قال لكم إنه شاب محتاج لهدنة مع خماس السيادة الناجس ومين فوضتكم الاستعجاد تكتفوا سمرة لسمى نجدد ومين أداكم الإيذن تحرقوا مراحل السورة السورة بتنتقل من مربع لمربع تاني ليه ما عاوزينها تأخذ مساحتها العسكر بدوا في التقاخر العسكر بدوا في الانسحاب للداخل دي عقيدتهم في التفكير المناور الكزب المعارك ظهوركم في الصورة عادلهم الأمل وبقوا يشترطوا ويعملوا أفلام ويمثلوا قال لك إذا سمعت الصورة خلصوص على عتبد الباب فاعلم أن المسرقات بالداخل وبالداخل وطن مكتف ها هتحلوا رباطوا كيف تسابروا تنشروا غسيلنا في حبال العشم الكازب اللي بتنشروا عندهم الغسيل دي هم فحم النار في ملعب الوطن الليلة المتمرد قام يمثل دور الحكيم وينصحنا قال رأيت جير ذن يخطب اليوم عن النظافة وينذر الأوساخ بالعقاب وحوله يصفق الزباب غربتونا في بلدنا قالوا الفقر في الوطن غربة غلت مساوى أساويت الوطن بالتراب غلت عدالة وأكلت لا من جضوكم الدلت صدق فيكم غولاندور مثل الأغنام مثل الأغنام ينمو أمثال أولئك بشكل أفضل بين حالات عدم المساوى استوليت على وزارة الانتاج وضربت المقيفات وركبت الفارهات وربطت الكرفيتات لكن السرع المصنوع من الدهب ما بيجعل حمر حصان زي ما قال مرتزق صادق زي ماء جاف أو حديد خشبي عدم أنت طبقتوا باحتراف المقولة بتقول أعظم فن سياسي هو تقديم الرذيلة لخدمة قضية الفضيلة وإن ونسان دارفور أضبحتوا باتفاقها تحت الطاولة ظلمت دارفور وباقي الوطن باسم السلام لكن أقول لكم كلام غير البيت اسمعوا من الساسة والعساكر سودان بعد الثورة ما بيعرف الظلم بيؤمن بأن الحرب من أجل العدالة أغدث من الظلم من أجل السلام ما حنظم نفسنا ولا حنظم أحبابنا في الغريب عشان ترضوا بالسلام حنعيز سياق الاتفاق جديد يشارك فيه أحرار العالم ولن نقبل بأقل مما نستحق ولن نعطيكم أكثر مما تستحقه ما حنخلي قلمة الاتفاقية يكتب خيانة تاني لأن الرصاص الغادر ممكن يكتل أفراد لكن القلمة الخاين يكتل أمة سقوط الشعب وفشلوا في الاتفاقية على العساكر ما فشل لنا الفشل نبقى مكانك سر وما نقيف من الوجعة محيل الاتفاق جاي ماجوبة ولا الدوحة ولا نفاشة ولا باريس محيل اتفاق هناك مع اسكر كلمة أو قريضة وأي اتفاق عادل عشان نعود أهلي في دارفور حان نصنع عليه الصندوق يجرب عليه أمنا انتوا منهم ونشي محاكم العدالة تقدم جنبة كل ظالم السبب في معاناة إنستان دارفور فاتش لكم عن اسم لوفدكم الجاي في المفاوضات بس أوعكم تغلطوا تسمو مناضلين نالس الماندينة قال نالس الماندينة قال إذا قبطوا ثمن المضالي سوف أتحول من مناضل إلى مرتزق وانتوا قبطوا للسة سمينة تحت تحت إنه بخيتها كان باقلها قروش مشت قبططة في يوم المرة العالمي لأنه خزنتنا في ضب شبه الرجال إياكم تهدد الشعب إياكم تهدد الشعب ما بتتهدد يا مرتزقة ليبيا وتشاد يفارة قال مقامة الظلم لا يحدد الانتماء لدين أو عرق أو مسر تحدد طبيعة النفس التي تأبل استعباد وتخل الحرية أذكر أولادي أو الصين بمرض أمرين الأول قول شاب مان قال اللي بيميله الأساليب اللي بيميله الأساليب اللينا ويفضلوه على الأساليب القوية قال الإصلاح يعني أخذ عظمة من فما الكلب الإصلاح يعني أخذ عظمة من فما الكلب إصلاح حار مولوا الخرطوم قالوا لله العمارات ما تكسرواها شيلوا سيلوا الأمن كل ما الناس يشتكب غرموا يكورغوا العنصرية الشريطة النيلي دائرين العالم يغني الخرطوم مدينة السلام والحب والأحلام إحنا عارفين مستنقع الظلم زي ما بيقولوا باريس مدينة الجمال والأحلام والسلام وأبالوعة الإثم الأمر الثاني ودعتي قادي جازم وأقوله بالفم المليان ومعه في العمر قدر ما فات والله أعلم الليل السودانية يا ابنائي هنا الأخوان مؤهل بقوة يكون صومال جديد أو يمن أو سوريا أركان المعادلة اللي دمرت الدول اللي توفرت عندنا وبزيادة بدلالة الآت واحد وفرت المكونات العسكرية والعتادة الحربي أكثر من خمسة جيش في الغريب ولا امتدادات بالعاصمة وعند أفرع في ليبيا أكثر من ثلاثة ألف مقاتل وبرضو في تشات ثمين حوالي خمسة كاينات مسلحة للكيزان ثلاثة ميليشيا إسطنية عالية التسليح شبه عسكرية اسمه الدعم السريع أربعة جيش منفصل تماما في نير الزرك خمسة كاينات العسكرية بالشرك ستة محاور إقليمية يهمة في الفترة الراهنة دوارنا السودان الصينية شان تحجز الموارد بسياسة وضغطة عالية في ظل صراء إسني أيديولوجي بشع لا قدر الله محركة الخطة دي دولة الشر الأبد الإمارات تشترك معها السعودية ومصر وأسيوبيا وجنوب السودان وتشات المحاور الدولية مبتخة عليكم إذا عمد ماما أمريكا وبريطانيا يا أرمي يا أخوان المسل بيقول لا تحسن الظن حد الغباء ولا تسيء الظن حد الوسوسة الدول اللي ذكرناها أسباب حروب مختلفة بتلعب الأيدولوجيا دور كبير فيها إلا إنه في حالة السودان بتلعب عوامل لا حصر الأهوال عدد في تعطيله حاجر إليكم يا أبنائي وإي وإخوان جزء من باراقراف من صحيفة اسمها الفير اوبزيرفر صحيفة أمريكية حاجر فلسف عليكم شوية أقراب الإنجليزي العنوان بيقول بيقول في نهاية المقالة والجزرة أقول لكم قال أي صراع داخلي الحرب أهلية حتمكن روسيا والإمارات العربية المتحدة من مصالحهم طويلة الأمد في منطقة القرن الأفريقي الحصان الأديد والقاسم المشترج للتحالف الروسي الإماراتي هو الجنرال حيميتي في مقال تاني بيتكلم على أنه في حالة وقول الحرب الأهلية حتتكفى الروسيا بالدعم العسكري والإمارات حتف على القروش إحنا وطنيين سودانيين ما بنعرف إلا جيشنا الوطني ولو تأكد الشباب أنه الجيش رجع لعقدته قبل يونيو تسعة تمنين أكد لكم أنه عدد الشباب اللي يمثل أكثر من خمسين في المية أكثر من عشرة في المية من الشباب حينخرطوا في الجيش الجديد أكثر من متين أسو مقاتل عليكم منكم تدربون ديالشباب الأمل بيطلع للرصاف بصدور عارية ما بالك لو غطيت سدروا والسلمتوا صلاحوا وقلت له نحن في معركة نكون أو لا نكون شعاننا القادم نكون أو لا نكون والسلاح أنت ونحن عارفين ما نجيبه من وين لكن رص العمل وأساسه أنه جيش سوداني بلا برهان ولا كباشي ولا عطا ولا مرهان أقول ثاني الأهمية الإمارات تتقرب لموقعون الشعب السوداني الأهلي والقبلي وبتشتري ولاو عن طريق حمدته وأخيرا الليلة دي الليلة هنب طاحين اللي زبطنهم الكهرباء والموية شغل الدولة زبطنهم في قرام الليلة عملين له احتفال أبناي وإخواني الشكسبير قال الحذر من الأسوأ يعالج السيء وأدسون قال إذا ردت النجاح اجعل الخبرة مستشارك والحذر أخوها الأدبر خلوا الثورة تنتجل بسلام هي عانفة دربة الثورة تنتجل من مربع فساد لمربع إصلاح لمربع تنمية هي تعرف تنشيها هي آتة مؤسساتة بكل حرفية في تنقلها بزيح الفساد في الشرطة والجيش والخدمة المدنية وفي السفارات وفساد التجار خلوا الثورة تأخذ مساحاتها إحنا عاوزينا آخر الثورة جباد نقفز بالوطن لحظة المستقبل اللي استعوقنا خلي كل العفش القديم هنا لا حزب طائفي لا سياسة مؤدلة لا متمرد لا خاين لا بياع ضمير لا عسكري طماع ويقول للبيتضرب الثورة والسوار ضربكم ده صنع بينهم إحساس بالتضامن إلى الوطن والمعنى أنتم ما بتعيشوه لأن الشخص الملوث داخليا ما بيستوعب أنه في بشر أنقيا والبيعيش بلا مبدأ بيموت بلا شرف والأخلاق زي ما قالوا الأخلاق زي الأرزاق فيها الغني وفيها الفقير الثورة بمرور سنوات الأربعة حفرت على سطر التاريخ مبادئة وضعت قوانين الدهب ما بيستغلص إلا بالنار وقلتها قبل كده الطغاة دائما ما بيقروا التاريخ العنف تعبين عن عجز السلطة الشجاعة زي ما قال فرج فودا تقاس بعاداء الجبناء والرصاص هو التغيير الآنف عن منتهى الضعف الشعوب الحرة ما تربط مستقبل بمصير قتلة شام ما يتحاكموا لأنهم استأسدوا على الشعب يوم كان القلم بيدهم قال الله الشاعر أسود إذا ما كان يوم وليمة ولكنهم يوم اللقاء ثعالبوا الاستقواء على الشعوب بسلاحة ما شجعة ولا رجالة الجنرال نورمان شوازكوف قيد قوات التحالف والدول في حرب الكويت قال ربما أكون قصنات سمعته كجنرال قوي في الجيش الأمريكي لكني كنت دائما أملك قلبا هينا حانيا السورة قال كلمته بعد إذن الله سبحانه وتعالى ما حنترك الوطن وما حنضي مقدرات الشعب هتلر قال من العار أن تترك مقدرات أمة تحت رحمة مواطنين يتصرفون بها بخفة ومجوم كما لو كانوا يلعبون الكشتيرة زوار الموائد الليلية المنتشين بين وجوه الحسان صوركم ما للميديا صدقت فيكم رياطة براوي والمطرفون الهائمون يقهقون ويضحكون يمزقون الليلة في الحنادي في دنيا الفتون والجاز ملتهب يضج حياله نهد وجيد موائد خضراء تطفع بالنبيل والورود لهفوا من الشهوات يجتازوا المعابر والسدود هل يسمعون صخب الرعود صخب الملايين الجيعي يشق أسماع الوجود لا يسمعون إلا شهوات حياتهم وكأنهم صم الصخور شوفوا الرأسال أحرار زي أردوغان منتشين لكن لي أداهم لواجبهم منتشين وصل الزغارة الحزن بل مصيبة والفرح لرؤية الزعيم أمتهم يبكي على قدر الله لما عنده في يد لو جيد عندنا اليوم يا أردوغان حدعيش آهد مرضى الكلة لأن جبريل حاجز بطرة الغسيل ما تطلع من الميناء إلا أنت في هذا الجماري وتقيف معانا الساعة والساعتين في الدمازين ونحن مرضى عشان نأخذ حقنة الميلارية المجانية وشوف مرتين الشائلة الشائلة الكيس تعدرين بيدينا بعد العملية تفتش في سريع ترقد عليه وما لاقيا وشوف ستة مليون طفل فاق التربوي ما لقين إجلاس تشوف الأسى وترجع عيونك حمر من ملحة دموع قال لي وصف السودان ما الاعتزال لي بلال فوراني قال تراب تسيل عليه الدماء شعب يموت صباحا ومساء حكومات تسرق في السر والخفاء رأسا جرت الخيانة فيهم في الدماء مواطن مسكين ونصاب شيخ الدين عاهرة هي أشرف النساء الليلة مكونة الشعب كلها بيطباء ومحامين مهندسين وطلاب وربات البيوت قالوا لا للفشل أي حكومة جاهلة لازم تكون كفاء ما فيها جاهلة قواني للثورة قالت لا للجهل على رأس القيادة ما عاوزين أبو قرد على وزر الصحة ولا جبرين على مالية ولا بخيط على اجتماعية ولا أردولي على التعدين ولا مريم على خارجية ولا مبارك على داخلية ولا منتش على سيادة ولا عنان على شرطة ما عاوزين فساد يمشي على أرض السودان جاي بعد الثورة من الشيطة الله سمح ما دم عندي العلم بره جوه بيعملوا في الخطط لسودان عشرين ثلاثة واربعين ويثنا القادمة للسودان السودان ريئة العالم الخضراء ريئة العالم الخضراء سودان لا من أشوف الوطن بينافس يكون الأول في ميال الطاقة النظيفة وابحاص الطاقة النظيفة يكون مقرة في السودان لا من أشوفها ولهذه من الروضة اللي هنا الجامعة بيتناولوا الوجباد بمقر الدراسة ويتعالج بسطحها المدرسية وأشوف الميجا كومبانس يكلمنا عنها للمعلمين لأنهم الأولى وأشوف المجمعات التعليمية العملاقة ويرجع التعريم لسيرة الأولى ويكون المعلم الأول على سلم الاهتمام في التأهيل والتحفيز ولا من أشوف السكح هذه يترمت من الخرطوم لجنوب أفريغيا ومبرسدان للمحيط الأطلزي في غرب أفريغيا ودراسات عملاء أخواني الخبراء وتنوير موعود بيه لا من أشوف حزام الجوجابة يمتد في الصحاري غير الملاخ ويمنع الزعف أشوف مشاريع البسطنة وتشجير المدن بملايين شجرة فواته وهناك في الأرياف ينتج الوطن سروات المهملة ويتأهل البنى التحتية للمشاريع ويبني الوطن الرسمالي الوطني من أولاده وشبابه وشاباته ومتخصصين بعد ما أهلهم ويرجع النقل النهر والنقل الميكانيكي والنقل البحر يتطور المواني بخبراء المواني السودانيين مشتتين بره قلوبهم هنا وصراتهم مدفونة معنا ما أعرض أن نشحى الدولة تستقبل المريض السوداني لأن طيبانا أطيبانا مؤهلين لأكساهم ويمكانة العمل والحافظة المناسب توطين العلاج من شعر التسور وتوطين ما أمك من الدواء من شعر التسور خيطة دولار ومشاريع مهولة في عقول أولادنا كلها للبلد كلهم عظيم يخلي دي اسمهم في دفتر التاريخ اللي بيتكتب الليلة أختم براعة الشاعر أحمد نطر أبيو صبحانه يقول قلت للحاكم هل أنت الذي أنجبتنا قال كلا لست أنا قلت هل سيارك الله إلها فوقنا قال حاشا لله قلت هل نحن طلبنا منك أن تحكمنا قال كلا قلت هل كان لنا عشرة أو طين وفيها وطن مستعمل زاد عن حاجتنا فوهبنا لك وهبنا لك هذا الوطن قال لم يحدث ولا أحسب هذا ممكن قلت هل أقرطتنا شيئا على أن تخصف الأرض بنا إن لم نسجد ديننا قال كلا قلت ما دمت إذن ما دمت إذن لست إلها أو أبا أو حاكما منتخبا أو مالكا أو دائرا فلماذا لم تزل يا ابن الكدى تركبنا وانتهى الحلم هنا انتهى الحلم هنا أي قضطني طرقات فوق بابي افتح الباب لنا يا ابن الزنا إن في بيتك حلو من خائنا وأنا أقول يا برهاننا وعناننا وكبشنا وعطاءنا وجابيرنا ليس لكم مكان بيننا فسودان والآتي لنا ودمتم بعافية يا سنسي جير مالكوارد قلت لكم مالكوارد ما دمت إذن تركبه قلت بار نفصل لكم مالكوارد نفصل اشتركوا في القناة